ألاف المهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية يشقون طريقهم نحو الحلم الأمريكي القابع خلف أسوار عالية يواصلون المسيرة تحت أشعة الشمس الحارقة والأمطار الغزيرة ومخاطر الإصابات الإجرامية ولكن ولأول مرة منذ بدء المسير منذ حوالي أسبوعين سمح لمجموعة من أربعة آلاف مهاجر بركوب الشاحنات أثناء عبورهم الأراضي المكسيكية المهاجرون وصفوا السماح لهم بركوب الشاحنات بالتطور الكبير في مسيرتهم فقد كانت وسائل النقل العامة ترفض السماح لهم بالركوب بسبب عمليات التفتيش التي يجريها المعهد الوطني للهجرة والحرص الوطني على طول الطريق السريع لم نكن نتوقع أن نستقل الشاحنة لكن هناك أناس جيدون وطيبون ساعدونا لقد اختصر ذلك الطريق علينا ورغم تقديم السلطات المكسيكية تأشيرات إنسانية لأولئك المهاجرين إلا أن معظمهم رفضها خوفا من أن تكون حيلة لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية قافلة المهاجرين هذه التي تعبر المكسيك وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات كانت قد غادرت قرأت كواتي مالا في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وتتجه نحو الحدود الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر